روح مع حضرتك لقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ماذا يقدم هذا القطاع وعايزين بردو نوضح أهمية هذا القطاع في وزارة الزراعة تفضل فنك والله هذا القطاع هو جزء من وزارة الزراعة من قطاعات داخل الوزارة وهيئات داخل وزارة الزراعة لكن قطاع الخدمات من المسمى بتاعه اللي هو قطاع خدمي بيضم تحته سبع إدارات مركزية على مستوى الدولة المصرية الإدارة المركزية للمكافحة مكارات عديدة وزارة الراي للإزالات وما إلى ذلك عندنا الإدارة المركزية للحجر الزراعة وهي المسؤولة عن كل الموانئ سواء الجوية أو برية أو بحرية وفيه عندنا الإدارة المركزية لإنتاج التقاون اللي هي بتحقق الأمن أو التوازن لتقاون منطقاه مع الشركات الخاصة اللي هي الوطنية الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي اللي هي بتشرف على كل إنتاج التقاوي سواء للحكومة أو للشركات الوطنية داخل الدولة المصرية وعندنا برضو تابعنا الرقم 8 هي مش إدارة مركزية مشروع لمكافحة وحصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس وذلك لأهمية هذا المحصول كمحصول إزالي وتصديري داخل الدولة المصرية فكل المشاكل دي بتصب من خلال هذه القنوات وإحنا بنتمحها من خلال السادة الزملاء اللي هم المسؤولين معنا في المسؤولية دي نروح برضو لشكل تواعوي شوية مع مشاهدين احنا بنتكلم النهاردة عن خريطة التعديات في مصر كلمنا عن أكتر المحافظات تعديا على الأراضي الزراعية وأقلها وكلمنا التعديات دي والإزالات اللي بتحصل دي دي على حساب مين ومين اللي بيتحمل هذه التكلفة فاضل يا فاني أولا التعدي على الأرض الزراعية مش تعدي على ملكية الفرط أنا من وجهة ناظرية أنا بعتبرها أتعدي على كل المصري لأن إن كانت هذه المساحة المحدودة وتأثيرها على مساحات الجوار إن كانت هي بيتمثل لشخص واحد ولكن الإنتاج الزراعي الناتج من المساحة اللي طلعت من خريطة الزراع أو العجز اللي في الإنتاجية في الأراضي المحيطة بيتأثر به المواطن المصري إن الأمن الغذاء المصري هو عبارة عن إيه؟ جملة الإنتاج من كل المساحات صحيح لتوفيره للمواطن المصري فأنا بعتبر إن هذا الشيء بيعتبر جريمة في حق كل المواطنين أو لكل المصريين لتأثيره على توفير الغذاء للمواطن المصري برضو بنقول إن فيه تجريم أكتر اللي هو خلق المجتمعات العشوائية أنا بروح وبابن بعيد عن الحي ده موجود في محافظات إيه؟ حضرتك، إنه خلال متابعتكم من خلال متابعتنا إحنا عندنا طبعا فيه محافظة المينيا فيه عندنا محافظة الشرقية فيه عندنا محافظة البحيرة فيه عندنا يعني محافظات كده أين عن فيه تعدي اللي هي فيها زيادة في الكسافة السكنية كسافة السكنية طبعاً أصحاب الأراضي دي بيحاول يلاقي نفسه مصدر سكن يعني فبييجي على الأرض الزراعية بالزبط حضرتك كده وإحنا طبعاً إحنا لما نهاردة بنلتقي بيهم نقول لهم أن هذه السلبيات أنت أساساً دافع تماماً كفرد برضو أنت رغم أنك تعديت لكن أنت دافع تماماً أول شيء عزلت نفسك عن المجتمع والخدمات اللي تقدمها الدولة إليك سواء من صرف أو كهرباء أو مياه شرب تبدو نعملها تماماً لخلافك لمخلفته دي هو عايز لنفسه طب بالنسبة للصرف حتى الصرف الصحي بتاعه هيوديه فين فدي هو بيخلق لنفسه يعني أمور كلها الحقيقة تفضل ضيفي الكريم دكتور عباس الحقيقة في إضاحة وده كان ضرنا الحقيقة كإعلام أن احنا نركز قوي ما المشروعات العظيمة والأراضي المستصلحة وما إلى ذلك لكن عندنا ثروة قومية حقيقية زي ما تفضل دكتور عباس وقال أنه فدان الأرض ده يعني يساوي عشرات الأفدانة من الأراضي الغير مستصلحة ودي بقالها مئات السنين احنا بنعيش عليها حتى دكتور عباس وقت خلص مع حضرتك بشكرك شكراً جزيل أنا فندم على هذه الإضاحات وكان مهمة قوي أن احنا كمان طول الوقت نذكر نفسنا ونذكر مشاهدينا أنه لدينا ما لم يكن عند الآخرين فيجب أن نحافظ عليه وهو أرضنا الزراعية وربنا يحفظ مصر دائم أنا بشكر سعدتك وإن شاء الله مصر جميلة على طول على الدوام مع الفكر والتخطيط الاستراتيجي الذي يواكب المشاكل المرسودة ووضع الحلول البديلة للمستقبل لنا وللجيال إن شاء الله بإذن